السلام عليكم سيدة بلقائكم مرة أخرى في فيديو جديد من خلال فيديو اليوم سنتطرق للنص الوظيفة الثالث المندرجة من الأسبوع الثالث من الوحدة الساديسة مجال الرحلة والأصفار المرجع مرشدي في اللغة العربية المستوى الثالث إذن نبدأ على بركتي الله عنوان النص القرائي زيارة إلى مدينة العلون إذن دائما قبل أن نقرأ النص ونجب عن الأسئلة المرافقة لا نبدأ بأسئلة ما قبل القراءة ألاحظوا أتوقع أصف المناظرة التي تبدو في المشاهد إذن ألاحظوا في الصورة الأولى بحرا محاطا بكتبان رملية وفي الصورة الثانية ساحة المشوار بمدينة العيون إذن ألاحظوا في الصورة الأولى بحرا محاطا أو شاطئا محاطا بكتبان رملية وفي الصورة الثانية ساحة المشوار إذن أعينوا في المشهد ما يدلوا على طبيعة الصحراء وما يدلوا على معاني مدينة إذن ما يدلوا على طبيعة الصحراء راح يدوا معي الكتبان الرملية الشاطئ الممتد ما يدلوا على معالم المدينة الساحة وبناية البنايات المحيطة بها أتوقع من خلال العنوان ما يأتي من قام بالزيارة ومن الهدف منها إذن أتوقع من خلال العنوان أن أسرة هي التي قامت بالزيارة بهدف التعرف على معالم المدينة وجمال طبيعتها إذن أتوقع من خلال العنوان أن أسرة هي التي قامت بزيارة بهدف التعرف على معالم المدينة وجمال طبيعتها إذن زيارة إلى مدينة العيون ما زلت أذكر تلك العطلة الربيعية التي صافرت من خلالها مع أبي إلى مدينة العيون لزيارة عم السالك كنت فرحا فرحتين فرحة ركوب الطائرة لأول مرة وفرحة رؤية أبناء عمي وقضاء أيام في جو الصحراء الممتعة لقد كانت الرحلة إلى العيون بالطائرة قصيرة لم تتعد ساعة ونصف الساعة غير أن شوقي إليها ورؤية أهلي هناك جعلني لا أحس بخوف عندما صعدت الطائرة في الفضاء وابتعدت الحقول والمراعي والقراء الناظري لما حطت الطائرة وغادرنا مطار المسيرة ركبنا سيارة عمي وقصدنا المدينة بدت لنا ساحة المشور الفسيحة والمسجد الكبير واجتزنا شارع مكة ببناياته العصرية لنصل إلى ساحة المسيرة التي تتوسطها حديقة وتحيط بها مطائم ومتاجر ومقاهن كانت المدينة ليلا مضيئة وعامرة بالناس الذين يتجولون مع أسرهم وأطفالهم قال عمي الليل في الصحراء جميل الناس اعتادوا على الصمر في ساعاته كما كانوا منذ زمان عندما وصلنا إلى بيت عمي استقبلتنا الأسرة بحفاوة وشربنا كؤوس شاي لذيذ على أنغام موسيقى صحراوية ذات إيقاع جميل وغناء عذب باللهجة الحسانية في الصباح خرجنا من مدينة العيون صوب المرسى فبدت لنا كثبان والرمال الذهبية على جانبي الطريقة وعلى بعد مسافة منها جمال وغنم ومعز ترعى توقف عمي بسيارته وقال لنا تعالوا نصعد هذه الكثبان ونكتشف نعومة رملها يمكنكم يا صغاري اللعب فيها وكأنكم في مسبح من رمل إذا استمتعتم بالرمل سنشرب جميعا حليب الناقة الطازج ونأكل تمرا لذيذا وما إن وصلنا المرسى حتى بدت لنا زرقة البحر تزيد المنظر روعة وجمالا ومراكب الصيد تصطف على رصيف الميناء والشاطئ ممتد إلى مسافات بعيدة لقد كانت زيارتي لمدينة العيون زيارة ممتعة ولا تنسى ومناسبة تعرفت فيها على جمال صحراء بلادي السؤال الأول أضع كل كلمة من الكلمات الآتية قبل قابل استقبل الفريق أن ألعب معهم إذن قبل قبل الفريق أن ألعب معهم أبي الضيوف استقبل استقبل أبي الضيوف فريقنا منافسه إذن قابل قابل فريقنا منافسه إذن قبل الفريق أن ألعب معهم استقبل أبي الضيوف قابل فريقنا منافسه أختار المرادف المناسب للكلمة الملونة إذن لدينا إتادو إتادو مرادف إتادو ألف أو تجاوز إذن مرادف إتادو ألف طازج مطبوخ بارد طري إذن مرادف كلمة طازج طري أكتشف الكلمة الدخيلة في قائمة طبيعة الصحراء إذن كثبان كثبان تدخل في قائمة طبيعة الصحراء الرمال أيضا الشاطئ البحر أيضا يدخل دمنا قائمة طبيعة الصحراء الليل وكذلك غابة لا لا تدخل دمنا قائمة طبيعة الصحراء والناقة الناقة تدخل إذن الكلمات الكلمة الدخيلة على قائمة طبيعة الصحراء هي غابة أستعمل الكلمات الآتي في جمل خلالها لقد غير ناظري كتبان إذن لازلت أتذكر المسابقة التي فزت خلالها بالمرتبة الأولى لازلت أتذكر المسابقة التي فزت خلالها بالمرتبة الأولى لقد أجر الفريق مباراته الأخيرة إلى الكلمة الثانية لقد لقد أجر الفريق مباراته الأخيرة غير وصل جميع الضيوف غير عمي يونال استثناء وصل جميع الضيوف غير عمي ناظري وقعت وقعت حادثة أمام ناظري الكتبان ما أجمل منظر الكتبان الرملية أكتف ما لم يذكر في النص إذن ما لم يذكر في النص لدينا مطار المسيرة ساحة المشور المسجد الكبير كتبان الرمال شارع مكة ساحة المسيرة شارع السمارة المرصى الميناء والشاطئ مطار المسيرة ذكر ساحة المشور ذكرت المسجد الكبير ذكر كتبان الرمال ذكرت شارع مكة ذكر ساحة المسيرة أيضا ذكرت شارع السمارة لم يذكر بالنسبة للمرصى أيضا ذكر الميناء الشاطئ وذكر الكلمة الوحيدة هي شارع السمارة أضاو علامة X أما جواب الصحيح سافر الولد إلى العيون خلال عطلة الربيع عيد الفطر عطلة الصيف أو عيد الأضحى سافر الولد إلى مدينة العيون خلال عطلة الربيع سافر الولد إلى العيون بواسطة القطار الطائرة الحافلة أم السيارة إذن سافر الولد إلى العيون بواسطة الطائرة الذي استقبل الأسرة في العيون هو الجد، الخال، العم، أم الأخ إذن الذي استقبل الأسرة هو العم ذهب الولد من العيون إلى الداخلة، طرفاية، سمارة أو المرصى إذن ذهب الولد من العيون إلى المرصى أصل وعادات أهل المدينة العيون بما يناسب في ليل الصحراء إذن سمعوا أنغام الموسيقى صحراوية استعمالوا اللاجئة الحسانية شربوا حليب النقط الطازج وأكلوا تمر اللذيذ شربوا كؤسي الشاي اللذيذة السمر والتجول مع الأهل والأبناء إذن في ليل الصحراء السمر والتجول مع الأهل والأبناء عند استقبال الضيوف عند استقبال الضيوف شربوا كؤوس شاي اللذيذة عند الاحتفال بالمناسبات سماعوا أنغام موسيقى صحراوية عند الاحتفال بالمناسبات سماعوا أنغام موسيقى صحراوية خلال التحدث والكلام استعمالوا اللهجة الحسانية استعمال اللهجة الحسانية خلال الغذاء شربوا حليب نقط الطازج وأكلوا تمر اللذيذ شربوا حليب نقط الطازج وأكلوا تمر اللذيذ الى هنا نكون قد وصلنا الى نهاية الفيديو اليوم ادرب لكم موعدا في فيديو قادم استودعكم الله الذي لا تضيع ودائع مع السلامة